حسمت للرئيس دونالد ترامب ونتابع في آخر المستجدات حيث أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات الأمريكية تقدم الحزب الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ بعد أن حصل على 44 مقعدا حتى الآن مقابل 43 مقعدا للحزب الجمهوري فيما تستمر المنافسة على 13 مقعدا أما في انتخابات مجلس النواب فتظهر النتائج الأولية تقدم الجمهوريين بعد حصولهم على 127 مقعدا حتى الآن مقابل 96 مقعدا للديمقراطيين حتى الآن نعود إلى مرسلنا في مدينة مايامي في فلوريدا هذه الولاية التي حسمت لونها الأحمر مرسلنا إياد الجغبير وكامل التفاصيل حول الأرقام من فلوريدا نعم كارولينا هذه الليلة بالنسبة للديمقراطيين ليست ليلة الثلاثة هذه ليلة ظلماء سياسيا عليهم لم يخسروا فقط منافستهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بل أيضا خسروا مقعدين من مجلس النواب هزائم متلاحقة تلحق بالحزب الديمقراطي داخل ولاية فلوريدا هناك انتقادات كبيرة للديمقراطيين من أنصارهم بدأوا في الانتقادات الكبيرة لزعماء الحزب الديمقراطي بأنهم لم يكونوا على قدر الثقة من تأمين بعض المناطق والمقاطعات التي كان من المفترض أن تكون هذه ديمقراطية لكن الحزب الجمهوري تمكن من السطو عليها وأخذ أعلامات حمراء فيها هذا بما يخص أولا مجلس النواب ومقعدين لخسارة للحزب الديمقراطي إضافة إلى فوز دونالد ترامب ترامب الفارق بين جو بايدن ودونالد ترامب ما يقارب 350 ألف صوت بما يقارب ثلاثة نقاط تقريبا هذه النتائج ليست نتائج نهائية لكنها هي النتائج الأولية لم يكن الفارق متقارب نهائيا في عام 2016 كان ترامب تغلب على هيلاري كلينتون بأقل من نقطة واحدة اليوم ترامب يتغلب على جو بايدن تقريبا بفارق ثلاث نقاط في ولاية فلوريدا وتبعنا أيضا إياد مناصرين رئيس ترامب يحتفلون في شوارع فلوريدا ننتقل الآن إلى ولاية تكساس إلى هيوستن تحديدا وهذه الولاية التي تمتلك 38 مقعدا في المجمع الانتخابي ومعنا من هناك مرسلنا مجدي يازجي مجدي هل بدأت ملامح هذه الولاية تتكشف؟ نعم كارولينا حالة التأرجح مستمرة في النشرة السابقة عندما كنا نتحدث كان تقدم لبايدن الآن تقدم للرئيس ترامب بواقع 51.5 ونصف يعني النقطة ومقابل 47.1 لبايدن والفارق بين الحملتين حوالي نتحدث عن 400 ألف صوت لمصلحة الرئيس ترامب وهذا بعد فرز قرابة 74% من الأصوات هذا يعني كارولينا أن مرة أخرى حالة التأرجح ثابتة لم تتحدث أي من وسائل الإعلام المحلية هنا عن حسم في ولاية تكسس لنزال أمامنا حوالي قد نكون أمام ساعة إلى ساعتين للحديث عن أرقام ستكون واضحة بشكل أكثر بكثير ولكن الآن يبدو أن ما كنا نتحدث إليه أو عنه في الأيام الماضية عن أرقام خاصة باستطلاعات رأي خاصة يطلع عليها حملة الرئيس ترامب جعلته بحالة من الأريحية تجاه ولاية تكسس تبدأ تتكشف هذه الأرقام حوالي 400 ألف صوت فارق لمصلحة الرئيس ترامب قد يكون من الصعب جدا أن يلحق به بايدن ولكن لا يزال هناك حوالي 25% من الأصوات لم يتم فرزها بعد سنتابعها خلال الساعات المقبلة هذا على جهة السباق الرئاسي أيضا كارولينا على جهة السباق الخاص بمجلس الشيوخ حصد الحزب الجمهوري مقعد في حزب الشيوخ بانتصار مرشحه جون كارنن على حساب المرشحة الديمقراطية أم جي هيجر وهذه أيضا أخرى نقطة جديدة تضاف للحزب الجمهوري في هذه الولاية ويتم حصد الانتصارات انتصار تلو الآخر سنتابع الليلة كيف ستنتهي ولكن الحالة الانتخابية في ولاية تكسس إلى الهان هي حمراء وجمهورية شكرا جزيلا لك مزدي يازجي في تكسس وننتقل الآن إلى فينيكس بولاية أريزونا مرسلتنا أمينة سريري أمينة ضعينا في أجواء ولاية أريزونا إذن تكسس لا تزال تتأرجح بعدما حسمت فلوريدا ماذا عن أريزونا نعم كارولينا حتى هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسمي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا لكن النتائج الأولية بعد فرز تقريبا 73% من أصوات الولاية أكثر تقريبا من مليونين وثلاثمائة ألف صوت أظهر التقدم جو بايدن على حساب ترامب بتقريبا 53% أيضا هناك مارك كيلي الذي انتزع مقعدا في مجلس الشيوخ على حساب منافسته الجمهورية أيضا في مارثا ماكسالي أيضا في مجلس الشيوخ أيضا هناك تقدم للديمقراطيين حسب النتائج الأولية في مجلس النواب هنا في ولاية أريزونا هذا بعد فرز تقريبا نحو ما بين 73% إلى 75% من الأصوات كانت ستكون ولاية أريزونا مهمة جدا للمرشح الديمقراطي جو بايدن لو أنه ربح ولاية ويسكونسن معها أو معها أيضا ميشيغن لكن في ظل الاكتساح الحالي والأرقام حسب ما تشير توجه الخريطة الانتخابية كلها تصبغ باللون الأحمر رغم أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن حسم عديد من الولايات المهمة بما فيها فلوريدا وتكساس إلا أن يبدو أن الفرحة لن تكتمل بالنسبة لجو بايدن هذا الاختراق المهم الذي حققه في ولاية ظلت لسنوات طويلة جمهورية اخترقها هو هذه المرة بعد الرئيس كلينتون عام 1996 لكن لا يبدو أنها ستفيده بشكل كبير 11 صوتا في انتظار لربما إذا تحدثنا أيضا قرب هذه الولاية ولاية نيفادا لم يتم الإعلان حتى هذه الساعة عن نتائجها أمينا ابقى معنا سنستمع إلى كلمة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لكن بعد قليل أكمل فكرتك أمينا قبل أن أنتقل إلى ولاية وستليك في أوهايو مع مراسلنا أنا استفضلي أمينا نعم بالفعل كنت أقول كارولينا بأن أريزونا وأصواتها الـ 11 لن تحقق الفرق الكبير بالنسبة لجو بايدن خاصة وأنه يعني خسر أو يا على ما يبدو لم تظهر النتائج النهائية بشكل يعني واضح خسر ولايات أخرى كانت لتحقق له رفقة أريزونا الفوز لكن حتى هذه اللحظة ولاية أريزونا لربما انتصار تاريخي سيضاف إلى سجله لكنها لن تفيده بالشيء الكثير كارولينا ابقي معي أمينا ولاية أوهايو مشاهدينا هي أحدى أهم الولايات في هذا السباق الانتخابي وعلى مدار النصف القرن الماضي كانت الولاية تصوت عادة للرئيس الذي يفوز في الانتخابات ينضم إلينا من مدينة وستليك في أوهايو مرسلنا أنس الصبار ما آخر الأرقام لديك أنس وهل أصبحنا أقرب لمعرفة من سيحسم هذه الولاية التي يعتبر أو تعتبر أنها توصل المرشح الفائز بها إلى البيت الأبيض يبدو أنها لن تغير عادتها كارولينا يبدو أنها ستحافظ على نفس السياح حتى الساعة عند 92% من الأصوات التي تم فرزها يتقدم دونالد ترامب بفارق جيد ومريح إذا كان جو بايدن بـ 45% ودونالد ترامب بـ 53% ونحن نتحدث عن 92% من الأصوات التي جرى فرزها ربما تغيير ما يجري سيكون صعب في الساعة القليلة المتبقية إن صح التعبير ربما تبعدنا دقائق فقط ونسمع وسائل العلام الأمريكية تؤكد وتتوقع بأن يفوز دونالد ترامب رسميا بهذه الولاية إذا ما فاز بها كارولينا فإن ذلك يعني الكثير لدونالد ترامب بعد حسم ولاية فلوريدا 18 مقعد ستذهب إلى رصيده إضافة إلى فلوريدا والولايات التي حصدها أعتقد أن أوهايو حافظت على العهد ولن تغير من عاداتها وربما ترسل دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض تجدد له العهد في البيت الأبيض ابقى معنا أنس وسننتقل الآن إلى ولاية جديدة ومن ويلنغتون تحديدا في ولاية دولاوير معنا مرسلنا رضا بوشفرة رضا التفاصيل معك من هذه الولاية نعم مرحبا كارولينا أنا الآن في محيط قاعة التي ستحتضن المرشح جو بايدن في حال تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أنصار جو بايدن هم بكثرة في هذا المكان يعيشون حالة من القلق ومن الخوف بسبب الانتظار هناك ثلاث سيناريوهات مطروحة حاليا أمام أنصار جو بايدن إما الانتصار أو الانكسار أو حتى الانتظار في حالة مائدة أنه أخذ أيام طويلة من أجل إعلان النتائج النهائية طبعا هناك معلومة مهمة جدا أنه في ولاية بانسلفينيا إلى غاية اللحظة تم فرز 42% من الأصوات يبدو أن الرئيس دونالد ترامب متقدم كثيرا مقارنة بالمرشح جو بايدن هناك فارق بـ 14% إلى غاية اللحظة بعد فرز 42% دونالد ترامب حاز على 56% مقارنة بـ 42% لمنافسه جو بايدن طبعا هذه ليست نتائج نهائية لكن ممكن ستأخذ طويلا نريد أن نتابع الآن في هذه الصور المباشرة أيضا عمليات فرز الأصوات في ولاية بانسلفينيا كما ذكرت لنا إذن حتى الساعة تم فرز 42% من الأصوات في هذه الولاية تظهر تقدم للرئيس الحالي دونالد ترامب بـ 14% نعم وولاية بانسلفينيا لمعلومات إخوة المشاهدين تضم 20 مقعدا في المجمع الانتخابي وهو رقم مهم جدا مثل 29 مقعد بالنسبة لولاية فلوريدا لذلك كان السباق والتنافس شديد حول هذه الولاية وهي ولاية بانسلفينيا نترقب حاليا ظهور نتائج أكثر من ولاية بانسلفينيا لكن قرار محكمة العليا في هذه الولاية قد يؤخر ظهور النتائج لأيام أو ممكن حتى لأكثر من أسبوع كارولينا ابقى معنا ريدا سننتقل إلى واشنطن مع مراسلنا جوتاب تجو يعني منذ بعض الوقت تابعنا أنصار رئيس دونالد ترامب يحتفلون في شوارع فلوريدا ماذا عن شوارع واشنطن في الواقع شوارع واشنطن هادئة طبعا صارت هناك تجمعات على مداخل البيت الأبيض شرطة العاصمة اتخذت إجراءات مشددة أغلقت شوارع كثيرة في محيط البيت الأبيض في هذا الوقت رئيس ترامب يتابع مع فريقه وعدد من المدعوين نتائج عمليات الفرز طبعا هناك رؤية حذرة حتى هذه الساعة في البيت الأبيض الجميع يتابع ولا أحد يرغب في استباق النتائج طبعا لم تظهر حتى هذه الساعة هذا من ناحية البيت الأبيض لم تظهر أي مفاجآت في عمليات الفرز وهامش أو حظوظ فوز جو بايدن بدأت تتقلص لكن وفقا للبيت الأبيض من المبكر القفز أو الاستنتاج أي شيء حتى هذه الساعة جو ماذا عن النتائج في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعني أرقام جد متقاربة حتى الساعة نتحدث عن 44 مقعد للديمقراطيين 44 للجمهوريين يبقى 12 مقعدا فيما يتعلق بمجلس النواب الديمقراطيون حافظوا على سيطراتهم على أكثرية المقاعد السباق في مجلس الشيوخ متقارب إلى حد كبير الديمقراطيون يحتاجون إلى ثلاثة مقاعد لانتزاع الغالبية الأكثرية لكن حتى هذه الساعة ما زالت الأنظار مشدودة إلى الساعة المقبلة لمعرفة كيف ستتحول النتائج إذن نشير هنا أيضا جو إلى أنه في حال تعادل الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الحسم يكون لنائبة الرئيس وبالتالي إن كانت كامالا هارس فتكون بطبيعة الحال الأغلبية للديمقراطيين وأن عاد انتخاب رئيس دونالد ترامب فسيكون مايك بانس هو من يرجح الأغلبية ترجمة نانسي قنقر